تحت شعار لندعم معنا حماية التأليف والمؤلف نظمت صباح اليوم جمعية الإمارات للملكية الفكرية بدبي المؤتمر الإقليمي السادس لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي السادس لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية والذي ينعقد على مدار يومين وأكد معاليه جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الملكية الفكرية من خلال سن التشريعات لحماية حق التأليف والمؤلف هدفنا أن نجعل شركات وأسات والمصانع الذين يصنعون منتج معين يكون منتجم هذا محمي ولا يعبث به كل مغلد بضايعهم وما ينتجون لأن الأصول أن تكون الشرطة حازمة في هذا المجال من خلال ما لاحظناه من زيادة النشر والتأليف في دولة الإمارات في الآونة الأخيرة بالذات نهدف إلى حماية هذا المنتج الفكري الخاص بالمؤلفين وبالذات في موضوع النشر والذي أصبح القرصن عليه سهلة خاصة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي كما عرض سعادة العميد سلطان بن عبدالل النعيمي القائد العام لشرطة عجمان تجربة القيادة في مكافحة جريمة الملكية الفكرية في الإمارة من خلال القبض على عصابة الحبر الأسود وعصابات البضائع المقلدة التي تنتهك القانون هذا ويعقد المؤتمر لهذا العام بالتعاون مع الإنتربول والقيادة العام لشرطة دبي ومجلة تسعة تسعة حاولنا في هذا المؤتمر جمع العديد من أجهزة انفاذ القانون من عدة أقاليم عالمية هنا في مدينة دبي لتبادل أفضل الممارسات السليمة في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية وفي ختام الجلسة تم تكريم الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين والمشاركين في نجاح المؤتمر وتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين عدة جهات شكرا